الخوف من تخزين الدواء وحرمان المرضى منه بهدف بيعه بالسوق السوداء وتهريبه جعلت نقيب الصيادلة في لبنان الدكتور جو سلوم بالتوجه برسالة إلى الصيادلة لترشيد بيع الدواء والتحل بالمسئولية كان الطلب من الزملاء الصيادلة أنه هن يصرفوا الدواء بطريقة ترشيدية ينعطى الدواء بكمية قليلة تنقدر نغطي العدد الأكبر من المرضى وللفترة الأقصى وكرمير اليوم مات تجار الشنات والمافيات الكبيرة والشبكات اللي نحن كلنا بنعرفها والدولة بتعرفها ما تدخل على الخط وتبدأ وتبلش تخزين أدوية وبنفس الوقت نحن معاولين على الصيادلة وإنسانيتهم أنه ما رح يصير فيه تخزين أدوية وحجب الدواء عن المريض هل من خطة طوارئ وإجراءات احترازية تتخذها النقابة بهدف الحفاظ على مخزون كاف من الدواء وكاف هو الاستعداد بحال نشوب الحرب نحن بعدنا بالأزمة نحن ما تعفينا من الأزمة وكان اليوم غير 2019 نحن بعدنا في قاعر الأزمة نحن في أكثر من نصف المرضى يمكن أمراض سرطانية ومستعصية ما عم بيحصلوا على دواهن أو إذا عم بيحصلوا عم بيحصلوا عليه بشكل متقطع فما فيك تتحدث عن خطة استبائية وطوارئ وخطة لقدام إذا أنت اليوم وضعك مش منيه من جهة تانية نحن اليوم كان فيه توجه إلى الحكومة للقيام بالمستحيل أو بالأحرى للقيام بيوجبها لأنه نحن اليوم وقعنا الصحة ووقعنا الاقتصادة ووقعنا المعيشة ما بيسمح لنا نفوت بحرب جديدة رسالة إلى المواطنين والتأكيد مجددا على وقوف صيادلة لبنان إلى جانبهم لي فينا انطمنوا أنه الصياد اللي هنا إلى جانبهم عم بيقوم بعملية ترشيد صرف الدواء وهنا حدهم لأي توجه منا كمان اليوم نحن بشراكة مع المرضى بشراكة مع المواطنين منا حكمتهم منا وطنيتهم أنه اليوم هالدواء اللي عم تاخدوه لفترة طويلة يمكن برح ينتلف لأنه نحن بنعرف المريض قد يغير دواء ويمكن كل شهر بيتغير دواء بالتالي نحن منا نتكل على وطنيتهم على حكمتهم على مؤاذرة الجميع الشراكة مع الجميع تننهض من هذه الأزمة اللي نحن أصلا نحن حاليا فيها إذن التحلي بالمسئولية وعدم الزهاب إلى تخزين الدواء واجب وطني بظل الأزمات ليبقى الدواء متوفر وعدم حجبه عن أي مريض ترجمة نانسي قنقر